أحسن الله إليكم صاحب الفضيل هذا سائل أغلباء علينا في سؤاله فقال أقسم بالله لأشكينك إلى ربي يوم القيامة لكثمك لي أرجو منك تكرما وأمر أن تلقي هذا السؤال على الشيخ لحيرة الزائدة فيها لا أرجو ولا قوة الله يسمعنا على المخير نعم نستمر فيه شيخ نعم قال فأرجو وأرجو وأرجو أن تطرحه أرجو أرجو أن تطرحه ايه على خير إن كان نحن نعرف الجواب أجبنا ولا قلنا الله أعلم نعم يقول عندنا مدرس يقول إنه سلفي وإن جماعة التبليغ مبتدعين والإخوان وسيد قطو وطارق السويدان ظالين مبتدعين وهم من الإخوان يقول من هم الإخوان ومن هم السلفيون ومن هم جماعة التبليغ وضح لي ذلك يا شيخنا فقد زادت حيرة فيه وتشككت في ديني وفي زملاء الصالحين وفي علمائنا فهل كلامه صحيح؟ فيه كتب يا أخي فيه كتب مؤلفة تبين من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم وفيه كتب تبين من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم اطلبها من الأسواق ويقرأها وتعرفهم إن شاء الله تعالى تعرف من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم وتعرف من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم وأما السلفيون فهم من كان على منهج السلفي الصالح من كان على منهج السلفي الصالح يقال له سلفي ما على منهجهم حقيقة ما هو بانتساب فقط أو ادعاء وإنما على منهجهم حقيقة هذا هو السلفي نعم فيه كتب معينة نعم فيه كتب عن التبليغيين كتاب لمحمد أسلم رحمه الله الداعيه الباكستاني وكتاب لتقي الدين الهلالي المغربي وكتاب للشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله عن جماعة التبليغ ومنهجهم أكتوبا عنهم كتابات الإخوان المسلمون أيضا عنهم كتابات بينت منهجهم منها كتبهم هم اقرأ من كتبهم وتعرف دعوتهم ومنهجهم وما هم عليه كتب البنة مذكراته كتب سيد قطب وخصوصا معالمه الطريق هو الذي كتب هذا وبيّن منهجه والذين ردوا عليهم أيضا تعرف روش الأغلاط اللي عندهم من الكتب التي ردت عليهم وهي كثيرة نعم